من العمال والمتطوعين الصينيين من تحويل مبنى خال إلى مركز طبي يضم حوالي الف سادر ونقل عدد من المصابين إليها في وقت قياسي لمواجهة الفيروس القاتل الذي ضرب الصين حيث تم افتتاح أول مستشفى لمعالجة فيروس كورونا في مدينة بالقرب من ووهان اليوم الأربعاء بعد أن قذ العمال والمتطوعون يومين فقط في تحويل مبنى فارغ إلى مرفق سحي للطوارئ يضم ألف سرير ونشرت صحيفة صينية ونقلت عنها وسائل إعلام عالمية فيديوهات للطاقم الطبي والعاملين الجدد في المستشفى وهم يتعرفون على المنشأة قبل بدء نقل المرضى إليها ونقلت الدفعة الأولى من مرضى فيروس كورونا إلى المركز الطبي الإقليمي في حوالي الساعة العاشرة والنصف مساء بالتوقيت المحلي وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن كل الأشخاص معرضون للإصابة بالفيروس بشكل عام بما في ذلك الأطفال والرد وإذا أصيب كبار السن أو أشخاص لديهم مشاكل صحية كامنة مثل مداء السكر وارتفاع الضغط والأوعية النموية ستكون حالتهم خطيرة جدا وأعلنت تلفزيون السيني الرسمي ارتفاع عدد الوفايات نتيجة فيروس كورونا إلى 132 شخصا ووفقا لقناة سكاين نيوز الإخبارية صباحا اليوم الأربعاء قال التلفزيون السيني أن عدد الحالات المؤكدة إصابتها بالفيروس وصلت إلى قرابة 6000 حالة ترجمة نانسي قنقر